كلوسي ثلاثة عدد واحد فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الله اهتموا بما فوق لا بما على الأرض لأنكم قد مدتم وحياتكم مستتر مع المسيح فالله متى أظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضا معه في المجد فأميت أعضاءكم التي على الأرض الزنا النجاسة الهوى الشهوى الردية طمع الذي هو عبادة الأوسان الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيها وأما الآن فاترحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الغضب، الصخط، الخبز، التكديف آخر حاجة أعوز أقراها عدد إتناشر فإلبسوا كمختارية الله القديسين المحبوبين أحشاء رأفات ولطفاً وتواضعاً ووداعة وطول أنام آمين الحقيقة أعوز أتكلم عن الصليب والقيامة من زاوية تانية غير الزاوية المعتادة الزاوية اللي أعوز أتكلم عنها هي موتنا مع المسيح في الصليب وقيمتنا مع المسيح إحنا هذا الأسبوع بنتذكر موته ومش مفروض هذا الأسبوع بس لكن في كل يوم لازم نتذكر موته في كل مرة نتقدم إلى المائدة إحنا بنتذكر موته بل مفروض أنه يكون هو مرسوم أمام أزهنة باستمرار زي ما يقول الكتاب أنتم الذين رسم أمامكم المسيح يسوع مصلوباً لكن الحاجة اللي إحنا عاوزين نتذكرها النهاردة إن إحنا كمان موتنا مع المسيح لما نبص للصليب مفروض نشوف نفسنا كمان أموات مع المسيح ونتصرف بناء على هذه الرؤية لازم حسابتنا لا تخلو من هذه الحقيقة أنا موت مع المسيح المسيح لما تصلب ومات أنا كمان موت معاه الحقيقة لو حسبنا الأمور بهذه الطريقة أشياء كتير جداً فحياتنا سوف تتغير الرسول بوليس كان يضع الصليب بينه وبين العالم وعلمنا كده إن إحنا نحط الصليب بيننا وبين العالم بيتكلم عن صليب المسيح وبيفتخر به الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم أنا عاوزكم تتخيلوا العالم وأنا وتحط الصليب في النص فأنا ببص للعالم من خلال الصليب فشايف العالم إيه؟ صلب العالم لي عالم مصلوب عالم مش بيستهويني عالم مش بيجذبني عالم مش بيستحوز على فكري عارفين ليه ناس العالم بيستحوز على فكرهم؟ لأن صليب المسيح مش موجود في حياتهم لكن لو وجد صليب المسيح أمامهم سوف يرون العالم مصلوب وأيضا العالم يراني أنا أيضا مصلوب في فاصل بيني وبين العالم هذا الفاصل صنعه صليب المسيح وما فيش حاجة تفصلنا عن العالم إلا صليب المسيح خلونا الإسبوع ده وإحنا بنتذكر الصليب نتذكر الحقيقة اللي تكلم عنها الكتاب مرات كثيرة في كلوسي 3 عدد 2 يقول كده لأنكم قد مدتم لأنكم قد مدتم وأكتر من مرة احسبوا أنفسكم أمواتا احسبوا أنفسكم أمواتا أنا عاوز أقول لكم حاجة ساعدتني كتير جدا في كتير من المواقف الصعبة اللي وجهتها في حياتي وهي أني أحسب نفسي ميت يعني مرات لما نواجه ظروف صعبة يحاول الشيطان يخلينا نرسي لأنفسنا ويحاول الشيطان يخلينا نشفق على أنفسنا طيب يعني كل ده يجرع لي طيب اللي أنا بواجهه ده صعب جدا طيب وليه بيحصل لي كل ده فدني جدا في هذا الوقت أن أحسب نفسي ميت مع المسيح أنا ميت خلص مش فارق معي أنا ميت مهما كانت الضغوط أنا ميت مع المسيح هو ده مكاني الشرعي أنا موت مع المسيح الميت لو جينا ضربناه هيشعر بحاجة هيقول أي هيقول كفاية هيقول أنتم مزودينها خلص الميت مات وأيضا لما الميت ييجوا يمدحوا لما يوقفوا حواليه يقولونه أنت أعظم ميت في الدنيا أنت سيد الميتين كلهم مفيش لقابلك ولا بعدك هنلقى الميت كده انبسط وانسجم وذاته كده يعني كبرت فيه خلص هو مات هو مات للمتح هيأثر فيه وللزم هيأثر فيه هو مات احسبوا أنفسكم أمواتا المسيح مات وإحنا كمان موتنا معاه في الصليب ويجب أن نحسب أنفسنا أموات مش كل يوم بل كل لحظة حقيقة تانية احنا مش موتنا وبس لكن احنا موتنا ودفننا المعمودية هي العلامة على دخولي إلى المسيحية المعمودية إشارة هامة جدا لحقيقة روحية مفروض أنها حدثت ماتفونين معه في المعمودية للموت أنا موت مع المسيح ادفنت مع المسيح وهنا ننتقل للحقيقة التالتة الرائعة اللي مش ممكن ينفصله عن الحقيقتين دول إن أنا كمان قمت مع المسيح وصار لي رجاء مبارك بقيامة المسيح من الأموات وده اللي قاله رسول بوليس فوكلوسي ثلاثة فإن كنتم قد قمتم مع المسيح طب لما قوم مع المسيح إيه اللي مفروض يحصل في حياتي اطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس اطلب ما في السماء لا ما على الأرض اطلب السماويات لا الأرضيات كتير من المؤمنين الأيام دي تعبنين أو عبر العصور هم تعبنين لإن عندهم ميكس زي بتاع مرسي كده طلبين الروحيات في الأرضيات اللي اتنين مع بعض فعاوزين عاوزين ده وعاوزين ده مش قادرين يفصلوا بين الاتنين الذي مات مع المسيح والذي قام مع المسيح يجب أن يطلب ما هو للسماويات وليس ما هو للأرضيات لو أدركنا لو أدركنا هذه الحقيقة وتذكرناها جيداً في هذه المناسبة أني مدت مع المسيح دفنت مع المسيح قمت مع المسيح سوف يحدث تغيير كامل في كل سلوكي وده كلوسي ثلاثة كلوسي ثلاثة بيتكلم عن سلوك جديد كلوسي ثلاثة بيتكلم عن خلع الإنسان العطيق ولبس الإنسان الجديد وهذا الإنسان الجديد لا يقف عند حد معين لكنه يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه عشان كده دايماً أقول اللي محتاج تجديد هو احنا المؤمنين وده كلام كتابي يعني لما أقول لواحد أنت محتاج تجديد يمكن يزعل من الكلمة دي لكن أنا أقول واحد محتاج تجديد المؤمن الحقيقي يجب أن يتجدد للمعرفة كل يوم ليكون مشابهاً لصورة خالقه المؤمن الحقيقي ما فيش ثبات في حياته لكن كل يوم بيتغير ليكون مشابهاً لصورة سيده لصورة المسيح لأنه هو ده فكرة الله فكرة الله أن كل واحد مننا يكون مشابه لصورة المسيح تعجبني في الآية دي يعني البسوا كمخترية الله القدسين أحشاء رأفات ولطف وفي الآخر يقول وكل ما عملتم في عدد سبعتاشر بقول أو فعل فعملوا الكل بإسم الرب يسوع شاكرين الله والآبه دي النتيجة دي النتيجة لما أدرك موتي في المسيح لما أحسب نفسي أني موت في الصليب ولما أحسب نفسي الآن مقام مع المسيح لحياة جديدة أنا مش قمت مع المسيح للحياة العطيقة لا ده أنا مقام مع المسيح لحياة جديدة هيحصل تغيير كامل في سلوكي ويصبح الدافع الذي يحرك كل تصرفاتي هو مجد المسيح كل ما أفعله بقول أو بفعل الكل لمجد المسيح لو كل واحد مننا قاعد مع نفسه في نهاية كل يوم وابتدى يكتب ما فعله وما قاله ويدي جريد لكل حاجة عملها أو يختار اختيار من الاتنين الذي فعلته لمجد المسيح ولا مش لمجد المسيح يا طرى النتيجة هتبقى كامل الرسول بقول سعاوز في كلوسي النتيجة تبقى كل كل يعني كم في المية كم يا عم عدلي مش 99% كل ما فعلته كل تصرف اتصرفته كان لمجد المسيح كل كلمة أنا قلتها كانت لمجد المسيح دي النتيجة العملية للقيامة مع المسيح عاوزين هذا الاسبوع وإحنا بنتذكر موته وقيمته نقول له رب إحنا كمان عاوزين نختبر هذا الموت عاوزين نختبر إن إحنا نكون ميتين عن العالم إحنا كمان عاوزين نختبر قوة قيمتك الرسول بوليس يقول كده لأعرفه وقوة قيامته متشبها بموته طب هل يطرى نقدر نختبر قوة قيمته من غير ما نتشبه بموته هو جماعة وان باكيش تيكت وليفت ما فيش قيامة من غير موت هو نفسه هو بيتنبع عن نفسه قال إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت مين حبة الحنطة المسيح فهي تبقى وحدها ولكن إن ماتت فهي تأتي بصمر كثير إذا كان الله بيسمح بإماتات لحياتك إذا كنت شايف اللي بيحصل لك ده بيضغط عليك جدا يريد النهاردة تفرح وانت بتتذكر موت حبة الحنطة ودفنها وقيمتها والصمر الكثير اللي حصل معاها ونفس الشيء هيتكرر معاك هيتكرر معاك بعد كل موت هناك قيامة الموت ليست النهاية ولكن القيامة هي النهاية كانوا بيعتبوا على فعل The Passion The Passion of Christ إنه انتهى بإيه انتهى بالموت بالصليب فالحقيقة الفيلم ناقص شكرا الله إن فيلم The Son of God الجديد لم ينتهي بالموت لكنه انتهى بالقيامة انتهى بالقيامة المسيح اكتاز الموت ثم قام منتصراً عن الموت وإحنا كمان سيحصل معنا نفس الشيء قد نكتاز الموت ولكن الموت ليس النهاية بل هناك قيامة ولن نختبر قوة القيامة دون أن نختبر الموت مع المسيح النهاردة أو هذا الأسبوع خلونا نتمسك بهذه الحقيقة رب احنا عاوزين نعرفك نعرف أكتر عن قوة قيامتك يقول الرسول بولوس أيضاً إذا كان الروح الذي أقام يسوع المسيح ساكن فيكم فالروح الذي أقام يسوع المسيح من الأموات سيحيي أيضاً جسدكم المائت بروحه الساكن فيكم هو ده الرجاء اللي احنا عايشين عليه هناك قوة حقيقية هي قوة قيامة المسيح وقوة قيامة المسيح هي الرجاء الحقيقي لنا قوة قيامة المسيح ستعطينا القدرة ستعطينا الغلبة ستحطينا النصرة قوة قيامة المسيح ستحيي أجسادنا المائتة قوة قيامة المسيح ستغيرنا إلى أناس آخرون أنا مش عاوز أطول لكن نفسي أحمل من خلال القيامة رسالة فرح وإطمئنان بكل نفس الحقيقة قيامة المسيح هي رسالة فرح وطمأنينة للنفوس أولا هي رسالة فرح وطمأنينة بخصوص الماضي رسالة فرح وطمأنينة بخصوص الحاضر ورسالة فرح وطمأنينة بخصوص المستقبل تعالوا نشوف التلاتة دول بسرعة قبل ما خلص كلامنا في رميا في رميا أربعة خمسة وعشرين يقول كده الذي أسلم من أجل خطيانا رميا أربعة خمسة وعشرين المسيح مات من أجل إيه؟ بس كده كمالة الآية بتقول إيه؟ يعني بقى وأقيم لأجل تبريرنا عاوز كل واحد يفكر فيها هو مش لما مات هو بررنا لا هو أسلم من أجل خطيانا ولما أقيم من أجل تبريرنا طيب فيه آية تانية بتوضحها كرونس الأولى خمستاشر سبعتاشر يقول كده إن لم يكن المسيح قد قام مش قد مات إن لم يكن المسيح قد إيه؟ قام فباطل إيمانكم أنتم بعد في خطاكم يا سلام ومش هو المسيح لما مات دفع أجرة الخطيئة هو القيامة كان لازم تلي الموت أنا عاوز أقول لكم إن القيامة هي إعلان النتيجة المسيح لما مات دفع التمن وتمت الترضية تمت الترضية كاملة وفي قيامة المسيح من الأموات الآب يعلن النتيجة للناس أنا رضيت أنا رضيت أنا رضيت المسيح وفى الدين كاملا المسيح قام بقوته ليه سلطان أن أضعها وليه سلطان أن أخذها مات بإرطته وقام بإرطته بقدرته والكتاب المقدس يقول أيضا أن الآب أقامه والكتاب المقدس يقول لنا أن الروح قدس أقام الروح الذي أقام يسوع من الأموات يعني الثلاث الثلاث أقانين الخاصين بالله اشتركوا في قيامة المسيح لكن لو بصنا في أن الآب أقام الإبن من الأموات فهذا معناه نتيجة الموت لقد قبل الآب التضحية وقبل الآب الزبيحة وتمت الترضية كاملة وفي قيامة المسيح من الأموات كان إعلان الآب قبله لذلك تبررنا بقيامته مات من أجل خطيانا وأقيم من من أجل تبررنا قام من الأموات صعد إلى السماء جلس عن يمين العظم في الأعالي هو الآن قائم عن يمين الآب في كل حين يشفع فينا الآب يرانا من خلال المسيح المقام يرانا كاملين بلا لوم وبلا عيد إذن قيامة المسيح تطمني على الماضي ولا ما تطمنيش تطمني أنه سدد الدين وتمت الطردية قيامة المسيح أيضا تطمني على الحاضر رمية تمانية احداشر يقول كده وإن كان روح الذي أقام يسوع من الأموات الآية اللي قلتها من شوية ساكنا فيكم فالذي أقام المسيح من الأموات سيحيي أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم إحنا كل واحد بيبص لنفسه وبيصرخ صرخة بوليس في رمية سبعة ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت كلما أريد أن أفعل حسنة أجد الشر حاضرا عندي بصورة عملية كم مرة كم مرة نويت أبقى أفضل كم مرة نويت ابن أبقى أحسن كم مرة نويت أني أسلك في القداسة كم مرة جددت عهودي وقدمت عهود جديدة ربنا وفشلت إيه اللي يضمن لي إيه اللي يضمن لي أني أتغير وأنا جسدي ضعيف إيه اللي يضمن لي أني أتغير وأنا فيي جسد ترابي بيحن بيحن للعالم وبيحن الخطيئة الضمان الروح الذي أقام المسيح من الأموات قوة القيامة قوة القيامة هو ضمان هو ضمان تغيرنا قوة القيامة هي ضمان نصرتنا اللي يضمن لي أني أنتصر أني روح القيامة جوايا مطلوب مني أني أتعرف أكتر على قوة القيامة ده اللي قاله رسول بوس لعرفه وقوة قيامته مطلوب مني أني أقول له رب عرفني أكتر عن قوة قيامتك اللي هي فين اللي هي فين اللي هي جوايا اللي هي جوايا لأن الروح قدس هو روح القيامة والروح قدس جوايا فمطلوب مني أني أقول له ورب عرفني أكتر على قوة القيامة اللي موجودة فيها القيامة رسالة فرح وإطمئنان على الماضي مات من أجل خطيانا وأسلم من أجل تبريرنا هي رسالة فرح وإطمئنان على الحاضر الروح الذي أقام يسوع من الأموات ساكنا فينا وهو نفسه الذي سيحيي أجسادنا المائتة بروحه الساكن فينا وأيضا رسالة إطمئنان على المستقبل لأن الذي أقام الرب من الأموات سيقيمنا نحن أيضا بقوته عالمين هذا الذي أقام يسوع الرب يسوع سيقيمنا أيضا بيسوع ويحضرنا معه كرونس الثانية أربعة أربعة عشر هو البكورة هو البكورة يعني إيه؟ هو الأول هو المثال والله حصله يحصل لنا بالضبط بالضبط هو سبقنا لكن إحنا وراء زي ما الله الآب أقامه الله الآب أيضا هيقننا الموت ليست نهايتنا لأن الموت لم يكن نهاية المسيح لو كان الموت هو نهاية المسيح كنا عرفنا نهايتنا وما كانش لينا رجاء لكن بعد موت المسيح كان هناك إيه؟ كان هناك قيامة هو البكورة هو الأول هو المثال وإحنا كمان متطمنين على المستقبل متطمنين على المستقبل أو مش متطمنين على المستقبل القيامة رسالة طمأنينة على المستقبل القبر مش نهايت عارفين ترنيمة اللي بتقول لولا صليبك لولا فدك كان القبر هيبقى نهايت القبر مش نهايت لكن المجد هو نهايت زي ما المسيح دفن وقبر لكنه قام هكذا نحن أيضا زي ما المسيح كان بكورة هكذا نحن أيضا كما انتصر المسيح على الموت إحنا كمان هننتصر على الموت هننتصر على الموت هذا هو رجأنا النهاردة وإحنا بنتذكر موته خلونا نقول له رب ادينا نعيش أموات ادينا فعلا نختبر الموت معاك وإحنا بنتذكر دفنه خلونا أيضا نتذكر إننا موتنا ودفننا معه وإحنا بنتذكر قيمته خلونا نفرح ونطمئن على الماضي لقد أكمل المسيح خلاصنا وتمت الترضية وأقامه الآب من الأموات ده معناه إن النتيجة طلعت يا حبائي النتيجة طلعت لقد قام المسيح من أجل تبريرنا ونحن الآن مبرنين نقدر نقول بكل افتخار إذ قد تبررنا تبررنا ده فعل ماضي ولا حاضر فعل ماضي تبررنا بالإيمان الإيمان بإيه؟ الإيمان إن المسيح مات ومش ماته بس لكنه مات وقام خلونا نطمئن على الحاضر يمكن بنشعر بالضعف يمكن بنشعر بالعكس يمكن كتير بنزهق من نفسنا وبنفشل من نفسنا لكن خلونا نتذكر إنه سكنا جوانا قوة قيامة المسيح النهاردة عاوز أقول لنفسي وعاوز أقول لكل واحد مننا اتعرف على قوة قيامة المسيح وإطلق قوة قيامة المسيح في حياتك رسالة طمأنينة على المستقبل أنا مش خايف من بكرة معاك أنا مش خايف من اللي جاي أكتر حاجة بتخوف الناس إيه؟ المرض الفلس البنك رابسي يعني إيه أكتر حاجة بتخوف الناس؟ طبعا الموت شكرا الله المسيح آم وانتصر المسيح آم وانتصر أنا متطمن على بكرة بكرة شكلي هيبقى إيه؟ شكلي هيبقى زي المسيح بكرة مستنيني إيه؟ إيه الصورة بالضبط زي ما المسيح آم كبكورة هكذا نحن أيضا هو ده رجأنا هو ده رجأنا هو ده اللي بيطمننا هو ده اللي بيفرح قلوبنا المسيح مات وقام آخر حاجة آخر آخر حاجة با عاوز أقولها الكنيسة الأولى أو في القرن الأول كان عندهم تحيتين مشهورين أو زي عندنا سلام ونعمة أو السلام عليكم عليكم السلام فسلام عليكم وعليكم السلام كان عندهم بالضبط مران آسر رب قريب الرب قريب كان عندهم تحية تانية برضو بيكرروها حد يعرف فيها إيه؟ نعم نعم المسيح قام وكان يرد على بعض بالحقيقة قام والنهاردة بقول لكل واحد منكم المسيح قام وأتمنى تكون جوابك تجاوب تقول إيه؟ بالحقيقة قام بحياتي بالحقيقة قام بحياتي المسيح مقام بحياتي كل سنة وانتوا طيبين المسيح قام وهو الآن قائم في الأعالي على يمين الآب يشوع فينا له كل المجد أمين